فيما اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني جهات سياسية بالسعي الدائم لإفشال أي اتفاق أو تقدم في المباحثات بين بغداد وأربيل العضو أوضح في تصريحات صحفية أن هذه الجهات المتمثلة بأطراف من داخل الإطار التنسيقي تحاول إحباط جهود رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني لإيجاد حل جذري للقضايا العالقة بين الحكومتين الاتحادية وإقناء كردستان وأشار العضو إلى أن هذه الأطراف ستحاول إفشال زيارة رئيس أقليم كردستان جرفان برزاني وعدم تطبيق بنودها معربا عن أمله في أن لا يتم الالتفات لها والمضي بحسم النقطة الخلافية بين الطرفين